أهلا بحضراتكم مرة تانية الأهلي في مرحلة جديدة ومرحلة مهمة في نفس الوقت بعد القرارات اللي خدها مجلس الإدارة أو الامبارح وهي قرارات في الحقيقة كانت غاية في الأهمية وقرارات كانت يعني مهمة جدا توقيتها من الأسباب كتير كلنا عارفينها ومتابعينها فيما تعلق به التحكيم وتعنطه تعنطه بشكل واضح من خلال الأخطاء كارثية وفجة من التحكيم المصري الذي لن يتطور تحت الإدارة الحالية بالتحديد من خلال الكابتن عصام عبد الفتاح واللي بصراحة خسر النادي الأهلي أو تسبب هو أحد العوامل الرئيسية التي تسببت في فقد النادي الأهلي العدد من النقاط يصل لحوالي 14 نقطة في بطولة الدورة هذا الموسم ومجلة نظرية بشوف أن الأهلي بقاله سنتين بيعاني من تحكيم المصري رغم أن الأهلي بيقدر يوصل لنهاء دورة أبطال أفريقيا كل سنة وحتى في الزل تواجد أخطاء تحكمية في أفريقيا بالنسبة الأهلي كل سنة بياخد برونزايد كاس عالم فبرضو عشان فيه تحكيم عادل عشان فيه عدالة بتطبق في الملعب لكن للأسف الأهلي يتأثر هل أنا بقولك أنه دي مثلا حجة أو حاجة لا الأهلي كده كده وحش فنية أنه دي حاجة احنا متوفقين عليها لكن في نفس الوقت حتى وهنا وحش حقي جدا أنه يعني يكون فيه عدالة ليا في الملعب عدالة تحكمية ويا ما شفنا عندها كتير جدا جدا بتبقى أسوأ من السوق وبتكسب لمجرد أن فيه عدالة العدالة لم تكن متوفرة في مباريات النادي الأهلي للأسف الشديد بشهادة الجميع بشهادة كل عاقل بشهادة كل عاقل ومحايد كل مكر أن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي في فج على مدار الفترة اللي فاتت فمن هنا كان قرار مجلس الإدارة بأنه يعني يرجع مشاركته في سوبر المصري أو يعلق المشاركة لحد ما تتنفذ طلباته اللي بتتمثل في قلة لجنة الحكام برئيسة الكابتل عزام عبد الفتاح وأيضا التحقيق مع محمود عشور حكم الفيديو في مرات الأهلي وفاركو الذي لم يحتسب هدف صحيح بنسبة مليار في المية مليار في المية الواحد بيتحك ليه بصراع ليه؟ النهاردة كان فيه ماتش ليفر بول مع فولم الجون الأول لفولم ميتروفيتش عمل وسب فوق ترينت أليكسندر أرنولد ولعب الكرة بدماغه دخل الجون لو تفتكروا السنة اللي فاتت أيمن أشرف ليه لعبة نسخة نسخة تبط كل أصل من اللعبة دي ومن الهدف ده وجون قدام البنك الأهلي في الماتش اللي كان بيتلعب في الماكس وتلغ اش معنى الأهلي بتلغي له أهداف معرفش مش عارف زي الهدف اللي تلغي في ماتش فاركو المهمني بيقى فيه ألعاب مماثلة جدا جدا أنا مش بشكك في نزاية حد بالمناسبة ورده عشان كلامنا يبقى واضح لكن فيه فيه حاجة غريبة فيه حاجة غريبة أخطاء غير طبيعية فبالتالي الأهلي برضو منتظر نتائج التحقيق من اتحاد الكرة بخصوص كابتن محمود عشوغي يعني اللي ارتكب هذا الخطأ الجسيم يعني اللي يعني اللي الواحد ملاحظه وطبقا لبعض المعلومات إن اتحاد الكرة ودن منتين ودن منعجين لو كان الاهلي ما كتبش بيان وفيه حالة من حالات اللا مبالاة عند الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضائه وفيه حالة من حالات الغضب عند كابتن عصامة عبدالفتاح والكلام ده يعني بقوله بناء على مصادر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم وكابتن عصامة الفتاح وقت بعض يعني القرارات أن هو عايز يصعد يعني ضد النادي الأهلي ومش عاجبه كابتن عصام عبد الفتاح في كل الأحوال مش هقول لكم دلوقتي بالضبط القرارات اللي هو خدها لكن في نفس الوقت هنأتركب هل حينفزها فعلا ولا لأ بالتحديد كابتن عصام عبد الفتاح لكن تحدي القرى الناس مش فاضية مجلس الإدارة مش فاضي الأستاذ جمال علام مسافر كابتن حزم مامو كابتن محمد برقاط مشغولين في ناس مع فيتوريا فيسكندرية الراجل النشط جدا واللي أنا بصراحة متفائل به بشكل كبير جدا فالناس كأن الأهلي ولا هنا أو كأن الأهلي ما كتبش أي بيان ولا قال أي قرارات فهما عاملين نفسهم مش موجودين بس براحتهم براحتهم ما فيش أي مشكلة خالص الأهلي لن يتراجع عن قراراته الأهلي لن يتراجع عن قراراته وده أمر مؤكد والأهلي ليه كل الحق في القرارات دي بالمناسبة أنت لما هتقول قرارات زي دي فأنت أكيد متضرر وأنا هنا بطالب الاتحاد الكورة بطالب الاتحاد الكورة بصراحة أي نادي يا جماعة أنت دوركم كأعضاء التحاد حتى الآن لم يثبت نجاحه في إدارة الكرة المصرية بالسبب كم الإختبارات التي تعرضت لها وفشل فيها فشل زريع لكن أنت دوركم إيه يا جماعة بس يمكن أنتم مش عارفين أنت دوركم أنتم تجيب حقوق أنديتكم الأندية المصرية بشكل عام لما تلاقي الأهلي عنده حق في حاجة دفع عنه أو نفز له طلباته لما تلاقي الزمالك عنده حق في حاجة نفز له طلباته لما تلاقي بيرمز لما تلاقي اسمعيل لما تلاقي أي حد ده دورك طالما النادي ده عنده حق تنفز له طلباته طالما النادي ده تضرر بشكل واضح ليك كمان أنت كاتحاد وكأعضاء موجودين في مجلس الإدارة فلازم أنت تنفز له طلباته وخصوصا لما يكون النادي كبير قوي 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 بعراقة وتاريخ واسم النادي الأهلي لكن حاسس يعني بستشف كده أن في عناد من اتحاد الكرة ومكبرة اللي هو إيه لا الأهلي ما يمليش عليها قرارات وأنا اللي أخد قراراتي وأنا اللي نفزها وأنا اللي مش حارضخ لأي حاجة بتخص النادي فخليكم راحتكم ما فيش مشكلة خالص الأهلي ثابت على موقفه الذي لن يتغير اشتركوا في القناة